يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فأنرامى الظهور المهدوي الحلقة العشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك لا زال الحديث يتواصل فيما يرتبط بموضوع فتنة المدينة أعني المدينة المنورة إنها فتنة اللات والعزة مر الكلام في أن إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه حينما يصل إلى مدينة جده صلى الله عليه وآله من أهم ما يقوم به أن يقوم بنبش القبرين أعني قبر أبي بكر وعمار مر الكلام في هذا في الحلقة الماضية ناقشت هذا الموضوع من عدة جهات وأعتقد أن الصورة باتت واضحة لكنني سأستمر في هذه الحلقة في مناقشة الموضوع من جهات أخرى وسأبدأ من خطبة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الخطبة طويلة إنها الخطبة التي قد يقال لها الخطبة الفدكية وإن كان موضوع الخطبة أوسع من موضوع فدك لكن موضوع فدك شاخص في هذه الخطبة الشريفة إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم مع مستدركاتها العوالم للمحدث البحراني عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي إنه الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الحديثية الكبيرة التي هي مستدرك على بحار الأنوار عوالم العلوم بحسب الطبعة التي أشرت إليها وهي طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة أذهب إلى صفحة ستمية وستة وستين إنني أختطف كلمات قليلة من هذه الخطبة الطويلة من خلال هذه الكلمات نستطيع أن نشخص موقف فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها إنها فاطمة التي قال عنها رسول الله من أنه يؤذيني ما آذاها إنها فاطمة التي هي أم أبيها إنها فاطمة التي جاء في روايات المخالف في صحاحهم من أنها سيدة نساء أهل الجنة هذه فاطمة هي التي ستبين لنا موقفها من صحابة أبيها الصديقة تقول وبمحضر الصحابة من المهاجرين والأنصار وبمسمع من أبي بكر وبقية الجلاوزة من الصحابة الذين نفذوا مؤامرتهم الخبيثة في سقيفة بني ساعد الصديقة الكبرى هكذا تقول فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه إنها تتحدث عن وقت رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق هنا في الطبعة التي بين يدي ظهر فيكم حسكة النفاق ولكن في نسخ أخرى وفي مصادر أخرى حسيكة النفاق وهي أدق ظهر فيكم حسيكة النفاق الحسيكة العداوة والبغضاء لقد أخذ نفاقكم يظهر علنا كنتم تخفون ذلك في حياة رسول الله بدأ الأمر من يوم رزية الخميس ظهر النفاق علنيا وواجه به رسول الله حينما رفع عمر صوته بين يدي رسول الله وطرده رسول الله طرده حين قال إن الرجل لا يهجر وعندنا كتاب الله وهو حسبنا فطرده رسول الله لأن عمر هنا قد أعلن رسميا نقضه لبيعة الغدير وقد بايع علي في غدير خم بخن بخن لك يا علي قد أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة بخن بخن لك يا علي هذه كلمات عمر مثبتة في كتبنا وكتبهم هو هو عمر بنفسه طرده رسول الله من بيته من بيته الذي دفن فيه وهو بيت علي وفاطمة بعد ذلك يأتي عمر كي يستأذن من عائشته التي كذبت هي وأبوها على قسول الله من أن رسول الله قال إننا لا نورث وما تركناه صدق هذا هو واقع الصحابة هذه الحقائق موجودة في كتب الشيعة وكتب السنة فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق ظهر نفاقكم وسمل جلباب الدين جلباب الدين ثوبه وسمل أي صار باليا ونطق كاظم الغاوين الغاوون هم أتباع الشيطان الذين كانوا ساكتين صامتين في حياة النبي ولكن بعد أن قتلوا النبي بعد أن سمموه نطق كاظمهم الذي كان يكظم غيظه ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين إنكم غاوون وجلباب دينكم بال يا صحابة أبي أنتم تقولون من أنكم صحابة رسول الله هذا واقعكم إنني فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين أنتم خاملون لا قيمة لكم الأقلون الأقلون قيمة الأقلون منزلة ما الذي قدمه أبو بكر وعمار للإسلام أيام رسول الله سوى أنهم كانوا يكثرون الفرار ولذا فإن رسول الله في واقعة خيبر بعد أن فر أبو بكر من المعركة وفر عمر كذلك ماذا قال بخصوص علي إني لأعطي الراية غدا رجلا كرارا غير فرار لماذا قال عنه بأنه كرار هذه صيغة مبالغة أنا لا أتحدث عن عمق المعرفة في الحكمة اليمانية لا توجد صيغ مبالغة مع محمد وآل محمد مثلما لا توجد صيغ مبالغة مع الله سبحانه وتعالى ولكنها مصطلحات في عالم العلوم الاعتبارية ليس أكثر من ذلك نحن لا نعرف قدرهم حتى نبالغ فيهم صيغ المبالغة تقال لجهات نحن نعرف قدرها وبعد ذلك نبالغ في قدرها محمد وأهل محمد لا نعرف قدرهم حتى نبالغ في قدرهم على أي حال هذا ما هو من حديثنا فماذا قال صلى الله عليه وآله في وصف علي بأنه كرار غير فرار من هم هؤلاء الفرارون إنهم أبو بكر وعمر وحثمان عثمان في واقعة أحد ذهب في فراره مسافة قطع فيها ثلاثة أيام أياما ولما عاد بعد ذلك إلى المدينة ورآه رسول الله قال له يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة أي فرار هذا ذهبت بها عريضة القرآن يحدثنا كرارا ومرارا عن فرارهم وعن قيانتهم لرسول الله دونكم سورة آل عمران وقرأوا الآيات التي ترتبط بواقعة أحد دونكم سورة التوبة وقرأوا الآيات التي تتعلق بواقعة حنين دونكم سورة الأحزاب دونكم 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 القرآن مليء بمطاعنهم ومعايبهم وسيئاتهم إذا أراد المنصف أن يقرأ تأريخهم لن يجد إلا هذه المعايب ولن يجد إلا إساءات الأدب بحق رسول الله عودوا إلى سورة الحجرات عما تتحدث الآيات الأولى من سورة الحجرات بحسب صحيح البخاري إنها في أبي بكر وعمار أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل مطاعنهم وقبائحهم التي تحدث عنها القرآن وهذه المضامين موجودة في صحاح السنة وفي كتب الشيعة في صحاح السنة التي يعتمدون عليها في البخاري ومسلم وأمثالهما هذا هو واقعهم فهؤلاء هم الأقلون الذين لا قيمة لهم نبغ خاملهم صار متحدثا متكلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة والنبي لم يدفن لم يدفن والزهراء ستشير إلى هذا بأن فتنتكم ظهرت وبدأت واشتدت والنبي لم يقبر لم يقبر تركوا النبي من دون أن يشارك في عزائه خونة هؤلاء خونة يضحكون على الذين صدقوهم بأنهم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لرعاية أمر الأمة خوفا من الفتنة ما هو أنتم الفتنة أنتم الفتنة الفتنة عالجها رسول الله في غدير خم وأراد أن يكتب كتابا عاصما للأمة في واقعة رزية الخميس وأنتم الذين فعلتم ما فعلتم الفتنة صدرت منكم وأنتم أساس الفتنة فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين صار متحدثا صاروا يتحدثون ويتحدثون أعني أبا بكر وعمر من أنهم قبيلة رسول الله من أنهم عشيرة رسول الله وهم أحق بالخلافة من الأنصار حينما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير وتستمر الصديقة الكبرى فتقول وهدر فنيق المبطلين الفنيق هو البعير العظيم وقد يعبر بالفنيق عن الرجل المهم عن الرجل الكبير في قومه قد يعبر بهذا وهدر فنيق المبطلين صار للمبطلين فنيق صار للمبطلين زعيم وهدر فنيق المبطلين هدر بعيرهم فخطر في عرصاتكم خطر هذا الفنيق إذا ما أخذ يتحرك متبخترا وهو يحرك ذيله والتعابير هنا تشير بها الزهراء صلوات الله عليها إلى أن الساحة صارت مفتوحة لهؤلاء الشياطين بسبب عامة المسلمين الذين وافقوهم وبايعوهم ما بين الخوف والطمع الواقعة لها تفصيل يمكنكم أن تعود إلى برامج كي تطلع على تفاصيلها وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصات في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه حيث كان يخفي رأسه هذه مرحلة إبليسية شيطانية ومر ومر علينا يوم أمس بأن أول من بايع أبا بكر حينما جاءوا إلى المسجد ذلك الشيخ الكبير الذي كان يتوكأ على عصاه أمير المؤمنين قال عنه بأنه هو إبليس إبليس هو أول شخص بايع أبا بكر في مسجد النبي وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم يخاطبكم هاتفا بالمهاجرين والأنصار جميعا فألفاكم لدعوته مستجيبين أنتم تركتم دعوة رسول الله أنتم استجبتم لدعوة الشيطان ودعوة الشيطان تمثلت في البرنامج الذي كتبه الصحابة في تلك الصحيفة المشؤومة التي حدثتكم عنها يوم أمس من أحاديث العترة الطاهرة وبعد ذلك نفذوها عمليا الجزء الأول من ذلك التنفيذ كان في واقعة رزية الخميس حين سبوا رسول الله وأساءوا إليه وخالفوا أمره ونقضوا عهد الإسلام وبعد ذلك ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة إنه البرنامج الشيطاني على أكمل وجه وعلى أكمل صورة ولذا فإن الصديقة الكبرى تتحدث عن هذا الواقع وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين نقطتم دعوة رسول الله حين دعاكم أن يكتب للأمة كتابا عاصما واستجبتم لدعوة الشيطان من الذي كان يمثل الشيطان في واقعة رزية الخميس الذي قال إن الرجل ليهجر واستجاب له بقية الصحابة فألفاكم لدعوته مستجيبين لدعوة الشيطان وللغرة فيه ملاحظين كنتم تلاحظون ما هيأه لكم من برنامج غرركم فيه تلاحظون ذلك كنتم تراعون هذا الأمر كنتم منتبهين وملتفتين لهذه الخطة التي غرر من خلالها الشيطان بكم ثم استنهضكم ها هو الشيطان يعبث بكم دعاكم دعاكم فاستجبتم له بعد أن أطلع رأسه من مغرزه وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم إنه يقلبكم ثم استنهضكم فوجدكم خفافة لقد أسرعتم لدعوته لما طلب نصرتكم جئتم خفافا مسرعين ثم استنهضكم فوجدكم خفافة وأحشمكم أغضبكم فألفاكم غضابا صارت عواطفكم مع عواطف الشيطان تفرحون لفرحه وتغضبون لغضبه أما فاطمة فإنها ترضى لرضى الله وتغضب لغضبه والله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ما كان الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها إن لم تكن ترضى لرضى الله وتغضب لغضب الله أما أنتم أنتم مع الشيطان ثم استنهضكم فوجدكم خفافة حين أرادكم أن تكونوا معه أسرعتم إليه لأنكم تحبونه تحبون برنامجه وأحشمكم فألفاكم غضابا جعل غضبكم على آل رسول الله وبعد ذلك ماذا فعل هؤلاء لقد أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين حديث العترة هي التي أخبرتنا بذلك مصائب أهل البيت أهل البيت أدرى بمصائبهم فهل نسأل نواصب سقيفة بن ساعد عن مصائب أهل البيت أم أننا نسأل أهل البيت عن مصائبهم وعن الذي جرى عليهم العترة العترة الطاهرة هي التي أخبرتنا من أن الصحابة أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين ثم استنهضكم فوجدكم خفافة وأحشمكم فألفاكم غضابة فوسمتم غير إبلكم العرب كانت تجعل وسم لإبلها علامة الزهراء تستعمل هذه المفردات من الثقافة العربية كي توصل الفكرة واضحة لهم فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم إنكم ذهبتم إلى مكان ما هو من حقكم ذهبتم إلى مكان الماء فيه ليس نظيفا ووضعتم علاماتكم على غير إبلكم هذه الإبل أنتم لا تملكونها هذه الإبل من أملاك الغير وهذا المشرب ما هو بمشربكم إنكم خرجتم عن الطريق إنكم غصبتم حقنا على جميع المستويات غصبتم حقوقنا المادية والمعنوية هذا هو الذي فعلتموه لقد ذهبتم في ضلالكم بعيدا وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحشمكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب لا زال رسول الله لم يخبر وأنتم فعلتم هذا هذا والعهد قريب والكلم رحيب الكلم رحيب إنه الجرح الواسع والألم العظيم برحيل رسول الله وبضلال هذه الأمة هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر لما بمعنى لم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل لم يندمل والرسول لما يقبر لم يقبر نبيكم ما دفنتموا واستجبتم لدعوة الشيطان إنه البرنامج المترتب من تلك الصحيفة المشؤومة إلى رزية الخميس إلى سقيفة بني ساعد ألا لعنة الله على سقيفة بني ساعد هذا والعهد قريب هذه الكلمات بحاجة إلى شرح تفصيلي أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل جملة كي أبين مضامينها الأدبية والبلاغية العميقة وكي أشير إلى الوقائع التاريخية التي حدثت في تلك الأيام البرنامج ليس منعقدا للبحث في كل صغيرة وكبيرة إنما هو نقاش فيما يرتبط بجهات عديدة تتعلق بفتنة الله والعزة هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا ابتدارا زعمتم خوف الفتنة شياطين أنتم تركتم رسول الله من دون دفن لو كنتم تخافون الفتنة على الأمة لماذا لم تجتمعوا في مسجد النبي لماذا ذهبتم كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة وبعد أن استتبى الأمر لكم رجعتم إلى مسجد النبي ألا لعنة الله عليكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر يقبر ماذا يقول علماؤهم عن هذه الخطبة إنها خطبة مصنوعة صنعها من صنعها لأجل أن تضيع الحقائق هذه خطبة فاطمة تناقلها أهل البيت وتناقلها الهاشميون وكانوا يعلمونها أبناءهم ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أنتم كافرون وجهنم محيطة بكم ولذا لما جاء أبو بكر وعمر إلى بيت فاطمة ودارت وجهها إلى الحائط لم تستقبل أبا بكر وعمر بوجهها أدارت وجهها إلى الحائط ولما سلما عليها لم ترد السلام عليهم لأن فاطمة لا ترى أنهما من المسلمين ولذلك ما ردت السلام عليهم هذه فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها لا يمكن أن تفعل شيئا الله لا يرتضيه ولا يمكن أن تفعل شيئا يغضب الله فحينما يأتي هذان الرجلان كي يسلم عليها تعطي وجهها للحائط ولا تعطي وجهها إليهما وحينما يسلمان عليها لا ترد السلام عليهم وهذا الأمر مذكور في كتب النواصب وفي كتبنا في كتب السنة ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا أنتم سقطتم في الفتنة وأنتم فتنة هذه الأمة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم هيهات منكم أن يكون الخير هيهات منكم أن يكون الوفاء أنتم قوم غدرة فجر رزية الخميس موجودة تفاصيلها في البخاري ومسلم عنوان خيانة الصحابة لرسول الله ولآل رسول الله عنوان خيانة الصحابة للإسلام والقرآن عنوان خيانة الصحابة لبيعة الغديري ووصية النبي بالتمسك بالثقلين فهيهات منكم وكيف بكم وأنها تؤفكون الخطبة طويلة 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 جدا وتجتمل على الكثير من المضامين المهمة ولذا فإن أهل البيت كانوا يعلمون أولادهم مضامين هذه الخطبة إلى أن تقول وهي تخاطب أولئك الضالين من المهاجرين والأنصار وتخاطب أقطاب السقيفة الملعونة أيها المسلمون أيها المسلمون أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة هذا الوصف لأبي بكر يذكره بأمه أم الذبان ويذكره بأبيه أبي قحافة الذي كان يقحف الثريت ولذلك سمي بأبي قحافة يقحف فضلات الثريت أيها المسلمون أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي من أين جئت بهذا الحديث أعرض الحديث على كتاب الله هذا هو منهج العترة عرض الأحاديث على القرآن إنه منهج قناة القمر هذا هو المنهج الزهرائي ها هي الزهراء تطبق منهجها أيها المسلمون أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال في مقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين التي تحيط علما بالقرآن تجهل حكم الميراث ماذا تقولون يا علماء السنة هذه الفقيهة المفسرة هذه العالمة الحكيمة هذه الخطيبة المحدثة العليمة من أسمائها من أسماء فاطمة المحدثة العليمة هذه المحدثة العليمة تجهل حكم ميراث أبيها حتى يأتي أبو بكر وعائشته والصحابة اللعناء الضالون يفترون على رسول الله أكاذيبهم ويمنعون فاطمة من ميراثها وبعد ذلك ترث عائشة ميراث رسول الله وتتحكم ببيته وقد مر الكلام ومن صحيح البخاري في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع لا أجد وقتا لإعادته وزعمتم اللاحظة لي ولا إرث من أبي هذه البليغة العالمة تجهل حكم ميراث أبيها وأبو بكر هل يمتلك شيئا من هذه البلاغة ومن هذه الفصاحة ومن هذا المنطق القويم ومن هذه الإحاطة القرآنية الواضحة وزعمتم وزعمتم اللاحظة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمه فهل علي لا يعرف حقائق القرآن هذا هو هل منطق الزهرائي منطق الحقيقة والحق وزعمتم اللاحظة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أين هذه الآية أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة هذه أم أبيها هذه روح محمد التي بين جنبي أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها يا ابن أبي قحافة يا ابن أم الذبان فدونكها فدونكها مخطومة مرحولة خذها إليك لا أبالي بها المخطومة المرحولة هي أناقة التي قد هويئت للسفر وقد شد حبلها ورباطها فهي جاهزة للسفر خذها إليك وسافر بها إلى جهنم فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعمل حكم الله والزعيم محمد في بعض النسخ والغريم محمد هو الذي سيطالب بدينه هناك ولكن العبارة أبلغ والزعيم محمد لأن محمداً هو الذي سيكون محامياً عني عن فاطمة يوم القيامة فواجه محمداً يا ابن أبي قحافة يا ابن أم الذبان فدونكها فدونكها مخطومة مرحولة خذها خذها واركبها إلى جهنم فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعمل حكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند ساعة وعند ساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم هؤلاء هم الصحابة وهذا تقييم فاطمة لهم هذه الحقائق لا يذكرونها في صحيح البخاري وصحيح مسلم لكنهم لا يستطيعون إنكارها ولذا يقولون من أن فاطمة قد وجدت على أبي بكر وماتت وهي واجدة عليه ولما توفيت فاطمة صلوات الله عليها دفنت سرا وليلا ولم يعلم أبو بكر بذلك فما صلى عليها أبو بكر إمامكم لكنه ما هو بإمام فاطمة لا يمكن لفاطمة أن تعادي إمام زمانها أبو بكر إمامكم يا أبناء السنة لكنه ما هو بإمام لفاطمة فاطمة عدوة لأبي بكر وأبو بكر عدوها وماتت ورحلت عن الدنيا وهي غاضبة عليه فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعمل حكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة إلى أن تقول صلوات الله وسلامه عليها توجه خطابها إلى الأنصار لأن الأنصار كانوا قد عاهدوا رسول الله حينما كان رسول الله في مكة عاهدوه وبايعوه على أنهم يدافعون عنه إلى أبعد الحدود ويدافعون عن أهل بيته وهذه فاطمة سيدة أهل بيته فماذا فعل الأنصار فاطمة تذكرهم بتلك العهود والمواثيق وتقول لهم ما هذه الغميزة في حق أنتم حينما ترفضون إعطاء ميراثي إنكم تكذبون إنكم تصفون بأني كاذبة إنكم تصفون بأني جاهلة لا أعرف الأحكام إنكم تصفون بأني ظالمة أريد أن أأخذ ما هو ليس لي بحق إنكم تغمزون بموقفكم هذا ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي إنكم تعرفون أنني مظلومة لماذا تتغافلون عن هذا لماذا تنامون عن ظلامتي نوما كاذبا لأن السنة بداية النوم ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده وهل له من ولد من بعده إلا أنا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله من ذرية مباشرة له إلا فاطمة هذا الخطاب أنا أوجهه لشباب الشيعة لماذا تسكتون على البتريين الذين ينكرون إمامة فاطمة لماذا تتبعونهم ما هذه الغميزة في حق فاطمة والسنة عن ظلامتها البتريون دورهم أسوأ من دور نواصب سقيفة بني ساعد سقيفة بني ساعد أحرقت منزل فاطمة سقيفة بني طوس أحرقت منزلة فاطمة سقيفة بني ساعد قتلت شخص فاطمة سقيفة بني طوس قتلت شخصية فاطمة سقيفة بني ساعد كسرت ضلع فاطمة سقيفة بني طوسي كسرت شأن فاطمة السقيفة الألعن بحسب هذا البيان وهذه حقائق موجودة على أرض الواقع وقد أثبتها بالوثائق والشواهد والدلائل في مئات ومئات من الساعات عودوا إلى برامج التي تبث على هذه الشاشة ليل نهار أو أنها موجودة على الشبكة العنكبوتية السقيفة الألعن هي سقيفة بني طوسي هذا الذكاء وهذه العبقرية والنبوغ وهذه كلمات لا قيمة لها حينما يكون الحديث عن فاطمة لكنني أريد أن أذهب في أبعد الاتجاهات فأقول هذا الذكاء وهذا النبوغ وهذه العبقرية وهذا الشموخ وهذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذا البيان الساحر وهذا العلم الواضح وهذه الإحاطة بالقرآن وهذا الفقه العميق وانظر إلى الغباء الشيعي إنني أقرأ عليكم من كتاب فدك في التأريخ لمحمد باقر الصدر فماذا يقول محمد باقر الصدر في صفحة السادسة والتسعين من كتاب فدك في التأريخ إنها طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة الثالثة ألف أربعمية وسبعة وعشرين هجري قمري ماذا يقول محمد باقر الصدر أنصت إلى هذا الغباء الشيعي يقول وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر لا أريد أن أناقش قبح عقيدته وهو يتحدث عن فشل فاطمة هذا الموضوع ناقشته في العديد من البرامج السابقة فلا أريد أن أناقش هذه العقيدة القبيحة القذرة وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه كيف يرضى الله عنه وفاطمة تريد أن تطوح بحكمه هذه التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذا هو الغباء إنه الغباء العقائدي سيقولون لكم أمحمد باقر الصدر كان ذكياً في قمة الذكاء أنا لا أنكر هذا إنه الذكاء المدرسي وما علاقة الذكاء المدرسي ببصيرة الدين بذكاء البصيرة الرجل غبي إلى أبعد حدود الغباء في بصيرة الدين إنني أتحدث عن غباء بصيرة الدين عن غباء العقيدة لا أتحدث عن الذكاء المدرسي وعن الغباء المدرسي في دراسة الدروس وقراءة الكتب هذا شيء محمد باقر الصدر كان ذكياً كان نابغة في الذكاء المدرسي لكنه كان غبياً في أحط درجات الغباء وأدل دليل على ذلك أنه صار مقلداً لحسن البنة ومتبعاً لفكر سيد قطب لو كان يملك أدنى درجة من البصيرة في الدين لما فعل هذا ولما قال هذا الكلام وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه في زحفها الأخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي ولا نستطيع انظروا إلى هذا الغباء ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة فكان أبو بكر أذكى من فاطمة هذا هو الغباء الشيعي وهذا هو الانحطاط الشيعي في أوضح صوره إن لم تكن البترية هكذا فكيف تكون البترية قوله لي إن لم يكن الفكر البتري هكذا في أوضح صوره وفي أحط درجات حطاطه القذرة فكيف سيكون الفكر البتري وما هو الفارق بين الفكر اليماني الذي هو فكر محمد وآل محمد وبين الفكر البتري إذا لم يكن هذا الفكر بتريا بامتياز نذهب إلى فاصل وفي نفس السياق الذي تحدثت عنه الصديقة الكبرى في خطبتها عن أن القوم من المهاجرين والأنصار وبالتحديد أولئك الذين عقدوا جريمتهم الكبرى في سقيفة بني ساعد وصفتهم الصديقة الكبرى بالذي ذكرته لكم قبل قليل لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت في السياق نفسه هذا هو الكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهو أهم كتب حديث أهل البيت الجزء الثامن إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثانية بعد المائتين إنه الحديث السادس والخمسون بعد الثلاثمائة بسند الكليني عن الحارث ابن المغيرة قال سمعت عبد الملك ابن أعين هذا أخو زرارة زرارة الشخصية الشيعية المعروفة عن الحارث ابن المغيرة قال سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله يسأل صادق صلوات الله عليه فلم يسأل يسأله حتى قال من خلال بقية الحديث فإن عبد الملك كان يسأل الإمامة الصادقة عن أحوال المسلمين بعد رحيل رسول الله عن الدنيا فلم يزل يسأله حتى قال من الذي قال عبد الملك ابن أعين حتى قال فهلك الناس إذن لأن الإمامة الصادقة أخبره بارتداد المسلمين بارتداد المهاجرين والعنصار جميعا قال فهلك الناس إذن فماذا قال الصادق إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون قلت من في المشرق ومن في المغرب الإمام لم يجبه عن المشرق والمغرب الكلام عن الأنصار والمهاجرين في المدينة عن أولئك الذين غدروا برسول الله وغدروا بأمير المؤمنين ونقضوا بيعة الغدير وبايعوا الشياطين في سقيفة بني ساعد استجابوا لهاتف الشيطان حينما دعاهم ألفاهم خفافا جاءوا مسرعين هكذا وصفتهم فاطمة في خطبتها وقالت هذا الكلام بمسمعهم وما اعترض أحد لأنهم يعرفون حقيقة ما تقوله فاطمة لم يعترض أحد منهم على كلامها لأنهم لو اعترضوا لأقامت عليهم الحجج بنحو أقوى مما أقامته عليهم في خطبتها الشريفة ولذلك سكتوا قلت من في المشرق ومن في المغرب الإمام هكذا أجاب إنها فتحت بضلال أهل المشرق وأهل المغرب سيضلون بعد ذلك في تلك اللحظة في لحظة السقيفة أهل المشرق وأهل المغرب لم يعتنقوا دين السقيفة ولكنهم سيعتنقونه بعد ذلك لاحظوا دقة تعابير العترة الطاهرة ويقولون هذه الأحاديث ضعيفة ألا لعنة الله على حوزة النجا ألا لعنة الله على البتريين اللعناء الذين شوهوا ثقافة العترة وضللوا آباءنا وأجدادنا في القرون الماضية فهلك الناس إذن هكذا قال عبد الملك ابن أعين الإمام قال إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون قال عبد الملك من في المشرق ومن في المغرب الإمام قال إنها فتحت بضلال إي والله الإمام جاء بتعبير إي وجاء بالقسم الصريح بلفظ الجلالة إي والله ثم جاء بلام التوكيد إي والله لهلك إلا ثلاثة يقصد بالثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذار رضوان الله تعالى عليه الأمة هلكت بعد ذلك التحق بهؤلاء الثلاثة من التحق عدد قليل لا يصل عددهم إلى العشرين دون العشرين التحقوا بهؤلاء الثلاثة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن الحارث بن المغيرة قال سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل الصادق صلوات الله عليه فلم يزل يسائله حتى قال فهلك الناس إذن قال إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون فقال ابن أعين من في المشرق ومن في المغرب قال إنها فتحت بضلال الذين في المشرق والذين في المغرب سيأتي دورهم بعد ذلك إنها فتحت بضلال إي والله لهلك إلا ثلاثة وهذا حديث آخر من المصدر نفسه من الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة إنه الحديث الحادي والأربعون بعد الثلاثمئة عن سدير الصيرفي الحديث حنان عن أبيه أبوه هو سدير الصيرفي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة الإمام الباقر يحدث سدير صيرفي كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذار وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف أناس بعد يسير عدد يسير ثم عرف أناس بعد بعد ذلك يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحة إنهم سلمان والمقداد وأبو ذار وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحة وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا أمير المؤمنين مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذه الآية بحسب تفسير العترة إنها تتحدث عن قتل النبي لأن الموت ظاهرة عامة ولكن القتل ظاهرة خاصة ولذا في موطن آخر من القرآن إنك ميت وإنهم ميتون الحديث هنا عن ظاهرة عامة والحديث عن المسلمين عموما عن الناس عموما إنك ميت وإنهم ميتون هذه الظاهرة العامة يخضع الجميع لها لكن القتل ما هو بظاهرة عامة البعض من الناس يقتل ولذا قالت الآية أفإن مات أو قتل فلما جاء ذكر القتل بعد الموت هذا يعني أن الظاهرة الخاصة هي التي ستجري على رسول الله قتلوه قتلوه في رواياتنا في أحاديث العترة الذين قتلوا رسول الله أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة هذا أحاديث العترة ما هو حديث في أحاديث العترة الطاهرة الذين قتلوا رسول الله قتلوه تسميما قتل رسول الله تسميما أبو بكر عمر عائشة حفصة هذا في حديث العترة نواصب سقيفة بني ساعد يرفضون ذلك البتريون في النجف أيضا يرفضون هذا يضعفون هذه الروايات مراجعكم في النجف يضعفون هذه الروايات هذه الروايات في كتبنا عن أئمتنا صلوات الله عليه هذا ما هو حديثي أنا أنقل لكم المعلومات وأنتم احترموا عقولكم وحكموا عقولكم واجمعوا هذه الحقائق وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل كما قلت لكم الموت ظاهرة عامة والقتل ظاهرة خاصة حينما تذكر الظاهرة الخاصة بجنب الظاهرة العامة هذا يعني أن الظاهرة الخاصة هي التي ستتحقق على أرض الواقع أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وهذا هو الذي حدث في هذه الأمة هذا الكلام موجود في كتب الشيعة في أوثق كتبهم هذا الكافي وموجود في صحيح البخاري أيضا سأقرأ عليكم من صحيح البخاري الكلام نفسه بل إن الكلام في صحيح البخاري أشد مما جاء في الكافي سأقرأ عليكم في صفحة السابعة والتسعين بعد المئة من الجزء الثامن من الكافي الشريف إنه الحديث الأربعون بعد الثلاثمئة بسند الكليني أيضا عن حنان بن سدير الصيرفي عن أبيه الحديث عن سدير الصيرفي سدير يقول سألت أبا جعفر عنهما عنهما هذا الضمير في كلام أهل البيت في كلام أصحاب الأئمة يشير إلى الأول والثاني إلى أبي بكر وعمر سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عنهما فقال يا أبا الفضل إنها كنية لسدير فقال يا أبا الفضل ما تسألوني عنهما لماذا تسألوني عنهما الأمر واضح ما تسألوني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما وماتت فاطمة ساخطة عليهما وما ردت السلام عليهما هذا كلام الباقر سدير الصير فيه يقول سألت أبا جعفر عنهما فقال يا أبا الفضل ما تسألوني عنهما هذا الأمر لا يحتاج إلى سؤال الأمر واضح عليك أن تكون عارفا فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما وما من اليوم من الأحياء إلا ساخطا عليهما يوصي بذلك الكبير من الصغير إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا أي فتحوا ثغرة كبيرة وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا ليظهر الحجة فما يحدث في المدينة هو جزء من هذا البرنامج إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا متكلمهم الأصل قائم آل محمد أما متكلمهم الفرع الذي يكون مقدمة لقائم آل محمد هو اليماني اليماني هو متكلم المتكلم الناطق الرسمي الرواية دقيقة دقيقة جدا دقيقة وحساسة سدير الصير في يقول سألت أبا جعفر عنهما عن أبي بكر وعمار فقال يا أبا الفضل ما تسألوني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخط عليهما يتحدث عن العترة الطاهرة يتحدث عن أهل البيت فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخط عليهما وما منا اليوم من الأحياء إلا ساخط عليهما يوصي بذلك الكبير منا الصغير إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا لا يغلق حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا نذهب إلى فاصل صحيح البخاري البخاري توفي سنة 256 للهجرة هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي نحن في صفحة 1165 إنه الباب الثالث والخمسون باب في الحوض صفحة 1166 رقم الحديث 6582 بسند البخاري عن أنس إنه أنس ابن مالك شخصية معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر القوم دينهم أبتر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض إنه حوض الكوثر في يوم القيامة ليردن علي ناس من أصحاب الحوض يريدون أن يشربوا حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني أبعدوا فأقول أصحابي أرجعوهم فيقول يقول الذي أبعدهم لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد أحدثوا ما أحدثوا نحن لا نتوقع من البخاري وحتى من أنس هذا الكذاب هذا كذاب نحن لا نتوقع من البخاري ومن أنس ومن غيره من الكذابين أن ينقلوا الحقيقة الكاملة لكنها بقايا الحقيقة التي لا يستطيعون إخفاءها اجمعوا بين هذه الحقائق اجمعوا بين الذي قالته فاطمة وبين ما جاء عن أولاد فاطمة في الكاف الشريف وهذا هو البخاري اجمعوا بين هذه الحقائق ستصلون إلى النتيجة الواضحة البينة لا يردن علي ناس من أصحاب الحوط حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني لا يستطيعون الوصول إلي فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك عن سهل ابن سعد عن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر إنه دين البخاري الأبتر ودين الصحابة الصحابة دينهم أبتر إنهم على دين سقيفة ابن سعد هكذا نقل عن النبي إني فرطكم على الحوط أنا سابقكم إني فرطكم على الحوط من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم لن يصلوا إليه إلى أين يذهبون يذهبون إلى جهنم إنها خطبة الزاراء التي حدثتهم عن جهنم ومن أن مصيرهم إلى النار رقم الحديث ستالاف خمسمية وأربعة وثمانين قال أبو حازم وأبو حازم هو الذي روى الحديث السابق عن سهل بن سعد مثل ما جاء في سند البخاري قال أبو حازم فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها يزيد في الحديث فأقول إنهم مني لما يبعدونهم عني النبي يقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وهذا هو منطق فاطمة الذي مر علينا رقم الحديث ستة الاف خمسمية وخمسة وثمانين بسنده بسند البخاري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتا قال يرد علي يوم القيامة رحط من أصحابي فيجلون عن الحوض يبعدون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة ارتدوا عن الدين ما هي روايات الردة التي قرأتها عليكم قبل قليل الصحابة ارتدوا ستالاف خمسمية أو ستة وثمانين رقم الحديث بسنده بسند البخاري عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أنه كان يحدث عن أصحاب النبي الذين دينهم أبتر بدليل الصلاة البتراء أنه كان يحدث عن أصحاب النبي أن النبي قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون فيحلؤون عن يمنعون عن لا يردون علي إلى الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القفخرة آخر حديث أورده الأحاديث كثيرة الأحاديث تبدأ من الحديث برقم ستالاف خمسمية وخمسة وسبعين وتنتهي برقم ستالاف خمسمية وثلاثة وتسعين ومثل هذه الأحاديث أيضا في مسلم وفي ساعر كتبه لكنني أكتفي بالبخاري الذي هو سيد صحاحهم كما يزعمون وإنه لأكثر كتبهم تحريفا وتدليسا وكذبا وافتراءا على رسول الله وآل رسول الله ولكنهم هم هكذا يجعلون صحيح البخاري في المرتبة بعد كتاب الله لا أقول عند الجميع ولكن على الأقل عند أكثرهم صفحة 1177 رقم الحديث 6587 بسنده بسند البخاري عن أبي هريرة دققوا النظر في هذا الحديث أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر إنه دين أبي هريرة ودين صحابتي الدين الأبتر الدليل هذه الصلاة البتر النبي يقول بحسب أبي هريرة بين أنا قائم قائم على الحوط إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم هذا هو قسيم الجنة والنار واضح هو الذي سيقودهم إلى النار مثل ما يقود أهل الجنة إلى الجنة بيني بيني أنا قائم إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم لا طريق لكم إلى حوض رسول الله من هنا مسيركم فقال هلوم فقلت أين إلى أين تأخذهم قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة رجعوا إلى جاهليتهم ثم إذا زمرة زمرة ثانية حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم لا طريق إلى حوض رسول الله قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة هؤلاء هم الصحاب قرأت في بعض كتب علماء نواصب سقيفة بني ساعدة يقول من أن الحديث في الرافضة هكذا يحاولون أن يبرئ ساحة أئمتهم الحديث واضح وقد أورده البخاري في باب الحوط وفي سياق أحاديث الصحابة هذا الحديث محرف إنه حديث الرايات عندنا موجود في كتبنا حديث الرايات راية هاية هي راية أبي بكر إلى النار وراية هي راية عمر إلى النار وراية هي راية عثمان إلى النار وراية هي راية معاوية إلى النار وراية علي إلى الجنة حديث الرايات وعلي أعظم شأن علي هو قسيم الجنة والنار وحديث الرايات حديث جاء بلسان المدارات أما هذه الأحاديث محرفة لكن الحقيقة موجودة فيها نستطيع أن نتلمس الحقيقة بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة بقية الحديث انتبهوا إلى بقية الحديث بحسب نقل أبي هريرة عن النبي فلا أراه فلا أراه يخلص منهم يخلص منهم ينجو منهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم والكلام هنا سيكون عدد الذين ينجون يوم القيامة من الصحابة وهم الذين لم يرتدوا بعد رسول الله سيكون عددهم أقل من ثلاثة في أحاديث الكافي من أن الذين لم يرتدوا والذين دارت عليهم الرحى ثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذار وبعد ذلك التحق بهم عدد يسير دون العشرين على رأسهم عمار عمار بعد ذلك التحق بالثلاثة وجمع مع عمار في البداية وصل عددهم إلى سبعة وهم الذين صلوا على جنازة فاطمة وحضروا تشيعها ودفنها فقط ثم زاد العدد شيئا فشيئا ولم يصل العدد إلى العشرين دون العشرين هذا الذي جاء في الكافي يعني أن الناجين في ذلك الزمان هؤلاء بحسب البخاري أن الناجين يكونون أقل من هذا العدد التعبير هكذا يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم همل النعم هي الحيوانات التي تضيع في الصحراء القبيلة عندها عدد من الأباعر قد تمر سنوات ولا يضيع بعير واحد قد يجري الزمان في ثلاثين سنة في أربعين سنة يضيع بعير واحد من القبيلة ويعثرون عليه بعد ذلك فهمل النعم العدد يكون قليلا وقليلا جدا سيكون العدد أقل مما جاء مذكورا في روايات الكافي وغير الكافي من كتب حديث العترة الطاهرة لأن أحاديثنا تقول من أن الناجين في بداية الردة كانوا ثلاثة وبعد ذلك صاروا سبعة وبعد ذلك وصلوا إلى عدد دون العشرين لم يصلوا إلى العشرين وصلوا إلى عدد يقارب العشرين هذا العدد يكون كبيرا جدا بالقياس إلى ما جاء في عبارة صحيح البخاري فلا أراه يخلص ينجو منهم إلا مثل همل النعم أنا لا أكذب عليكم ولا أتحدث في الزوايا المظلمة ولا أستعمل التقية إنني أعرض بين أيديكم ما جاء في كتب نواصبي سقيفة بني ساعد وأقرأ عليكم مما جاء في كتب مراجع النجف البتري وأضع بين أيديكم ما جاء عن العترة الطاهرة حقائق التعريق معروفة ومنطق أهل البيت هو منطق القرآن إذ أنني أعرض رواياتهم وأحاديثهم على القرآن وهذا العرض أقدمه بين أيديكم احترموا عقولكم أنا لا أدعوكم أن تتبعوا المذهب الشيعية الذي مراجعه في النجف فأنا أكفر بهذا المذهب أكفر بهذا المذهب وأكفر بكتبه وأكفر بمراجعه ولا أدين به وأبرع إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى الصديقة الطاهرة وإلى أولاد فاطمة من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد أبرعوا إليهم من هذا الدين الشيعي الذي هو دين مراجع النجف وكربلة أنا لا أدعوكم إلى هذا الدين ولا شأن لي بكم هل تبقون على دين سقيفة بني ساعدة أو أنكم تتركون هذا الدين هذه الحقائق بين أيديكم احترموا عقولكم احترموا عقولكم إن كنتم من السنة أو كنتم من الشيعة نذهب إلى فاصل هكذا قالت لهم الزهراء مثلما بينت لكم قبل قليل وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبي هؤلاء هم الصحابة المرتدون ثم استنهضكم فوجدكم خفافة إلى أن تقول لهم مطبقة هذه الآية عليهم ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم بالكافر هذا هو منطق أحاديث البخاري مع ما وقع فيها من التحريف والتشويه لكن الحقيقة باقية دائما أقول حق محمد وآل محمد قوي قوي أمر محمد وأهل محمد قوي قوي إذا ما عرض بالحقائق الواضحة ومن دون تقية ومن دون مجاملات إذا ما عرض بالطريقة الواضحة لن يستطيع أحد أن يقاومه أو أن يقف بوجهه وهذا ما أحاول أن أفعله لست متأكدا من أنني قادر على أن أقوم بهذا الأمر على أتم وجه إنها محاولة وكما يقال شرف المحاولة يصير بعد هذا واضحا أن قائم آل محمد سيكون مضطرا لنبشي قبريهما اضطرارا سيكون مضطرا بعد كل هذه المعطيات سيكون قائم آل محمد مضطرا لنبشي قبريهما وإلا لن تتضح الحقيقة سيأتينا الحديث عن المحاكمة العالمية وستكون الصورة أوضحة حينئذ لكنني مع المعطيات التي قدمتها لكم مع المعطيات التي عرضتها الآن فإن صاحب الأمر سيكون مضطرا وليس عنده من حل آخر كل الملابسات وكل الظروف الموضوعية في الماضي والحاضر والمستقبل في وقت ظهوره الشريف ستكون ضاغطة عليه ستجبره ستجبره على أن يفعل هذا لبيان الحقيقة وإلا فإن المشروع المهدوية الأعظم لن يخطو خطواته بنحو صحيح وبنحو سليم ومن جهة أخرى ما هم أبو بكر وعمار وعثمان والذين معهم هم الذين أسسوا الإحراق وهذا جزء من جزائهم من صنخ عملهم ما هم الذين أحرقوا المصاحف إنها المصاحف الصحيحة الأصلية مصاحف الصحابة الذين كتبوا القرآن من عند رسول الله أحرقوا المصاحف الصحيحة لأن الصحابة كانوا قد أشروا على الآيات التي هي في حق علي وآل علي أحرقوا المصاحف وماذا بعد وأحرقوا الأحاديث أحرقوا أحاديث رسول الله وهذه الوقائع موجودة في كتب التأريخ والسيار في مكتبة سقيفة بني ساعد في كتبه في كتب السنة هؤلاء أحرقوا المصاحف أحرقوا القرآن المدون وأحرقوا أحاديث رسول الله ومنعوا كتابة حديث رسول الله وعمر كان يضرب بعصاه الصحابة إذا ما حدثوا بحديث رسول الله وهذه الوقائع موجودة في كتبهم في كتب السنة في كتبهم المعروفة فأبو بكر وعمر والذين معهم أحرقوا المصاحف أحرقوا القرآن وأحرقوا أحاديث رسول الله وماذا فعلوا وأرادوا إحراق أهل بيته أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين حين سجروا النار بالحطب الذي جمعوه على بيت علي وفاطمة وبعد ذلك قتلوا فاطمة قتلوا فاطمة وماذا فعلوا في حروب الردة حروب الردة هي الأخرى كذبة هناك من العرب من ارتاد لكن حروب الردة كانت موجهة إلى القبائل التي رفضت أن تدفع الزكاة إلى أبي بكر لأنهم قالوا نحن بايعنا عليا فأبو بكر لا حق له في الطاعة ولا حق له في الزكاة حروب الردة كانت مع هؤلاء هناك من القبائل العربية التي ارتدت هذا أمر معروف لكن حروب الردة كانت مركزة بخصوص هؤلاء الذين لما وردوا المدينة أو حينما سمعوا وهم في ديارهم بأن الخليفة بعد رسول الله ما هو بعلي الذي بايعوه في بيعة الغدير إنه ابن أفي قحافة إنه ابن أم الذبان فرفضوا رفضوا طاعة له ورفضوا إعطاءه الزكاة فكانت حروب الردة وفيها أحرقوا ما أحرقوا وما يسمى بحروب الفتح دمروا البلدان التي فتحوها يضحكون عليكم بأن المسلمين الفاتحين كانوا في قمة الحضارة هؤلاء أعراب جفات غلاظ لقد فتكوا بالناس وأحرقوا الأخضر واليابس دمروا الحضارة في تلك البلدان المتحضرة العراق كان بلدا متحضرا دمروا العراق تدميرا ومصر مصر كانت بلادا متحضرة في أرقى درجات حضارتها دمروها أعرقوها ما فعلته القاعدة وطالبان وداعش والمجموعات الأخرى لم يكن شيئا جديدا إنه دين سقفة بني ساعد ما فعلته داعش سيرة أبي بكر وعمر لا يضحكون عليكم علماء الأزهر أو ما يتكلم به متكلموه الأخوان المسلمين من أن الدين ليس هكذا كذبون هذا كل الإرهاب خرج من تحت عباءة حسن البنة لكن الأخوان المسلمين يتحدثون باللسان الناعم مثل ما يقول صالح ابن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي في بائيته المشهورة يعطيك من طرف اللسان حلاوة هؤلاء هم الأخوان المسلمون أتباع حسن البنة وسيد قط لعنة الله عليهما في الإعلام في الإعلام وليس في كواليسهم في كواليسهم فإن داعش قد خرجت من تحت عباءتهم وكذلك القاعدة كل المجموعات الإرهابية خرجت من تحت عباءة جماعة الأخوان يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب واحذره إن لاقيته متبسما فالصل يبدو نابه إذ يغضب الصل الحية التي يكون سمها قاتلا لا نجات من هكذا تقول العرب حال الأخوان المسلمين بالضبط مثل ما جاء في هذين البيتين يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب واحذره إن لاقيته متبسما فالصل يبدو نابه إذ يغضب هذه حية قاتلة حية قاتلة دعني يا أيها المشاهد أقرأ أقرأ عليك ما جاء في مقدمة ابن خلدون إنه إنه الكتاب المعروف للمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون مقدمة ابن خلدون إنها طبعة الداري الذهبية القاهرة مصر في صفحة الثامنة والستين بعد المئة وقت الحلقة قارب على الانتهاء سأقرأ وبقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد فصل في أن العرب إذا تغلب على أوطان أسرع إليها الخراب وهذه حقيقة لماذا؟ لأن العرب جفات متخلفون متوحشون هذا مؤرخ عربي وهذا الكتاب تطبل له الجامعات في الدول العربية وقد كتبت ما كتبت من رسائل الماجستير والدكتورة حول هذا الموضوع حول هذا الكتاب حول مقدمة ابن خلدون هذا ما هو كلامي؟ هذا كلام ابن خلدون إنه مؤرخ سني لا علاقة له بالشيعة بل هو من أعداء الشيعة ومن أعداء العترة كتابه يدل على ذلك فصل في أن العرب إذا تغلب على أوطان أسرع إليها الخراب هناك كلام شائع في شمال أفريقيا في بلاد المغرب العربي ماذا يقولون؟ إذا عربت خربت صحيح هذا الكلام يردده الأمازيغ لكنهم صادقوا صادقوا الحقائق هي التي تأتي منسجمة مع هذا المنطق إذا عربت خربت ماذا فعل جيوش الفتح العمري في العراق وفي الشام وفي مصر هذه البلدان كانت بلدانا متحضرة دمروها أحرقوها بالنار سرقوا أموالها هدموا بيوتها وسبوا النساء سبوا الجميلات من النساء وسبوا النساء في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب يقول ابن خلدون والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبل وإلى اليوم هذا موجود فينا وإن كنا نعيش هنا في لندا وإن كنا نستعمل الوسائل المتحضرة لكننا إذا أردنا أن نذهب بعيدا في أغوارنا يخرج إلينا بدوي جاهل متوحش هذه هي الحقيقة لن نستطيع أن نتخلص منها إلا أن نتمسك بدين العترة الطاهرة بدين الحضارة إنه دين محمد بدين المنطق السليم ولذا اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير أن نستعمل المنطق العلوي لا أن نستعمل المنطق العربي البدوي الأعرابية الذي نشأت منه وعليه وبه سقيفة بني ساعدة وصار منطقا عاما في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا هذا ابن خلدون توفي سنة ثمانمية وثمانية للهجرة في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندهم ملذوذا يحبونه يحبون هذه الحالة ولذا كلما صار العربي خاسيا وإلى يومنا هذا يعد رجلا وهذا موجود في كل البلاد العربية وإذا ما أظهروا شيئا خلاف ذلك فإنهم يتماشون بنحو مؤقت مع العاصر وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وهذا تجلى في القاعدة وفي طالبان طالبان أخذت دينها عن العرب عن عربي سقيفة بني ساعدة وداعش كذلك والأمر لا زال جاريا وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له إلى آخر ما جاء من كلامه الكلام طويل أتركه لحلقة يوم غد ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم أعني مراجع النجس طوسيونهم بتريونهم والهوى والهوى بتري بتري قذر نجس وهذا هو الفارق بين ثقافة الزهرائية وثقافة البترية الحقائق والوثائق تعرض بين أيديكم في هذه البرامج أو على عينك يا تاجر سألكم الدعاء جميعا في أمان الله